السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا في فيديو جديد النهاردة هنعمل مع بعض وصفة للغدا بجد تحفة هنعملها في حلة واحدة بدون باقي موعين كتير تقدر تسميها اكلة المستعجلين هنعمل مع بعض الماكارونا بالسجوء هنجيب كده حلة نحط فيها معلقة من الزيت ما زودش الزيت علشان السجوء بيبقى فيه نسبة من الدهون هنحط عليها بصلايا مفرومة ونص معلقة من الثوم المفروم ونبدأ نشوحهم لما يتبالوا معايا وبعد كده هنبدأ نحط السجوء السجوء ده يا جماعة بجيبية من عند الجزار طبعا تبقي ضمنها كويس جدا وقطعت كده السجوء على اتنين بس انا مش عاوزة قطعه كتعة صغيرة كتير علشان ما يفكش منك في الحلة وانت بتعمليه وبعد كده ازوده بفلفل الوان وعليهم قرن فلفل حار طبعا السجوء ما يحلاش غير بالفلفل الحار هنبدأ بقى نشوحهم بالشكل ده وتقلبي فيه بالراحة خالص علشان زي ما قلتلك ما يفكش منك وطبعا انت بتشوحي كل المكونات دي مع بعض بتكون على نارة عالية طبعا في الاول بس حد ما السجوء كده يغير اللون بتاعه وتحس انه نشف كده شوية هتبدأي تخلي النار وسط وهتقلبي برضو بالراحة زي ما قلتلك كده وهتجيبي بقى تزود الاضافات اللي احنا هنزودها عليه اول حاجة هتضيفي كده السلسة احنا هنضيف كمية معقولة من السلسة لان احنا هنعمل المكارونة معاه كله كله في نفس الحلة هنضيف كده كمية السلسة طبعا على حسب كمية المكارونة اللي انت هتحطيها انا هحطيت اربع معالق كبار من السلسة وهتضيفي طبعا المية وتكون مغلية طبعا المية لازم تكون مغطية المكارونة بس مش بنسبة كبيرة اوية يعني متبقاش علي عليها يضب كده عولت صباح بس علشان متبقاش مع الجنة انا عايزاه يبقى فيها يعني مفلفلة كده ويبقى فيها عضة شوية هتبدأي بقى تحطي المكارونة بتاعتك وهتحطي بقى معلقة من الملح وهتضيفي كمية الفلفل الاسود مش هتزود البهارات كتير علشان طبعا زي ما انتم عارفين السجوء بيبقى في نسبة كبيرة من البهارات وهنبدأ نقلب بقى كده المكارونة في السجوء بالخضار هتحس ان هو عاوز مية كمان زي ما قلتلك هتغطي بالمية يعني يدوب يكون فوق المكارونة كده بعقلة صباح ولازم برضو تكون المية مغلية هتقلبيهم كده تقليبة بسيطة وبعد كده هتغطي عليه وهتسيبيه بقى يستوي مع المكارونة والمكارونة تتشرب كل السوس ده بعد عشر دقائق كده هتبدأ ان انت تكشيف الغطا من عليه وهتبدأ ان انت تقلبيه كده هتلاقيها يعني خلاص لسه حاجة بسيطة والمكارونة تستوي مع السجوء وانا عايزة يكون فيها نسبة من السوس ده ده احلى حاجة في المكارونة بالسجوء لازم يكون فيها السوس ده بيديها طعم حلوى قوي واهم حاجة بقى في الوصفة بتاعت النهاردة انك لازم تكليها وهي سخنة كده نازلة من على النار علشان المكارونة يبقى لسه فيها السوس بتاعها الجميل ده لان لو سبتيها تبرد طبعا هتتشرب السوس وهتبقى نشفى معاك فالاكلة دي زي ما قلتلك المستعجرين بتعمليها في كده في ثواني في ثواني بتكون مخلصها وعلى طول تحطيها في اللطباق وتكليها بقى الفهنة احلى وصفة هتعمليها هتعجبك وهتعجب الولاد جدا جدا واهم حاجة بقى النهاردة في الوصفة دي ان هي بتخلص كده اوام اوام ما بتاخدش اي وقت وكمان ما بتاخدش مواعين كتير اتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استفدتم منها والسلام عليكم اشتركوا في القناة